السلام عليكم الآن نتكلم على التكسبوك المحاضرة الموجودة من التكسبوك هاي عندي سيستم بنبدأ في شابتر 2 طبعا الدسكريت زي ما فرجناك قبل شوي هاي الانترفيس وهاي الانترفيس اللي عندي هاي من الانالوج هاي الديجيتال كنترولر اللي عندي هاي البلانت اللي عندي هاي السنسر الموجود هاي continuous وهاي continuous الان لو عندي الانالوج السومد الانالوج كنترولر اوتبوت اللي عندي هان given by هاي السيستم القديم اللي احنا نتكلم mtf kb e of t plus ki e of tau e of t e of t controller input m of t controller output والkb والki constant ولت x of t kt be the numerical integration اللي عندنا اللي اتكلمنا عليه اللي هي تحت الكيرب اللي عندي the rectangular rule of the numerical integration ايش بتقول لي هان هذا اللي استخدمته عشان اجيب الاريا تحت الكيرب الان عندي x of kt اللي هي الاريا تحت الكيرب اللي عندي اللي بدي تساوي x of k x of k minus 1 plus t e of kt اللي عندي والt هذي قلنا للمركة 7 of n يعني عندي يعني انا بدي اجيب اطلع ايش المساحة الجديدة اللي جايها x of kt بده تساوي المجاه المساحة السابقة اللي عندي زائد الجزئية الجديدة اللي بحكي فيها اللي عندي هذي مثلا القيمة هذي بتمثل e of kt وهذي بتمثل x of kt minus 1 اللي عندي فانا x of kt اللي عندي هان بتساوي المساحة السابقة زائد t اللي موجودة هان مضروبة في e of t kt اللي بنحكي عنها وهذه اللي كتبناها الان لما بدي انا اصيقها على شكل difference equation بتصير عندي x of k بده تساوي b1 e of k plus b0 e of k minus 1 minus a0 x of k minus 1 وهي بنقول عنها general formula first order difference equation وهي general formula int order difference equation اللي عندي x of k بده تساوي b n e of k plus b n minus 1 e of k minus 1 لحديث b 0 e of k minus n ونفس الشيء انا بدي اعمل x of k minus a n minus 1 x of k minus 1 لحديث a 0 x of k minus n هنا اعملنا drop t عشان ما نضلناش نقول tt وهدولا x جبتهن من الشقة الشمال على الشقة اليمين الان transform انا في عالم transform كنت دايما بشتغل على ايش على frequency domain بشتغل على plus هاي transform function الان new transform for the discrete time domain بنسميها z transform هاي بتشتغل على differential equation هاي بتشتغل على difference equation خلينا نقول e of z is defined as a series as a power series in z minus k with coefficients equal to the value of numerical sequence e of k يعني بعبارة تانية لما يقول e of z بدا تساوي z transform less sequence e of k اللي عندي اللي بدي ساوي e of zero plus e 1 z minus 1 plus e of 2 z minus 2 e of 3 z minus 3 وهكذا الان الانفرس تباح e of k بتساوي الانفرس z transform e of z اللي بتساوي واحد على 2 by j عند circular integration ل e of z f z k minus 1 d of z where j equal اللي هي square اللي هي square root و z z z z z z z z ما حكيتها تساوي z transform e to sequence e of k اللي هي بدها تساوي summation k equal zero infinity e of k z minus k single sided الآن عادة احنا بنتعامل في هالكتاب ها في التكسبوك تبعنا والفصل هذا مع single sided double sided بروح في k من minus infinity ل infinity ناخد example given e of z بنقول find e of k لهذه الموجودة وعندي e of z بتساوي 1 plus 3 z 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 four هذا في عندي minus مش بينا ها فبنقول solution ايش يعني هادي هاي هذا z zero يعني e of zero بتها تساوي 1 هاي هادي at 1 يعني بعد one second بدي يكون عندي one sample بدي يكون عندي e of 1 بتساوي 3 بعد two sample e of two بدي ساوي minus 2 بعد three sample المش موجود عندي بدي ساوي e of three بتساوي zero بعد four sample كنت عندي هنا واحد في عندي math identity one minus one على one minus x plus x cube plus x the fourth وهكذا هذا بتعتمد على عيش النقيق لا بتلبوت value للقيمة x أقال من 1 فهذا بنستغلها في هذا أيش بتقول given e of k بدي ساوي 1 for k greater or equal 0 فان e of z يعني هذي ايش هاي لكل قيمة k أكبر أو بتساوي 0 قيمة القيمة اللي عندي لها e بدي تساوي 0 يعني e of 0 هي عندي طلعة 1 e of 1 بتساوي 1 e of 2 بتساوي 1 e of 3 1 الآن هذه بتساوي 1 على 1 minus z inverse أو بنقول z على z minus 1 لو ضربت النوموريتر والديناميناتر بتعطي نهاية للشرط إن يكون absolute value للz inverse أقل من 1 أو بنقول القيمة absolute value للz أقل من 1 من 1 الآن هذا MATLAB code لو جربته على MATLAB أعطيك نفس الكلام اللي طلعنا فيه قبل شوية الآن هذا بدنا نعمل حاجة معينة إيش نقول هذا حاجة نربلكوا إياها المرة الجاية هذول MATLAB code على البرنامج الإقزامبل اللي بنقوله لو عندي القيمة اللي e of k صارت بتساوي compl بتساوي e to the minus a k t find e of z طب أنا كانت عندي هذة إيش بتساوي نفس المعادلة اللي استخدمتها قبل شوية حسب definition تبع ال e of z بتساوي 1 plus e to the minus a t z z minus 1 وهنا صار لتنين وبعدها لتلاتة الآن هذا لو حملت في نفس الشكل وهنا حطيت اثنين تلاتة حطيتها على شكل المات identity اللي كانت عندي فبقدر أعملها approximation زي ما عملنا قبل شوي أي والشرط عندي يكون e to the minus a t z minus 1 تبقى أقل من 1 الآن بعض ال property لل z transform addition لو أنا خدت z transform ل two sequences أو two functions اللي عندي بدها تساوي المجموعة المجموعة تبعها كل z transform لحالها يعني بدها تساوي e 1 و z plus e 2 و z لو عملت multiplication of constant هذه بدها تساوي absolute value لل constant في e of z لو أنا خدت real translation لل z transform ل e of k minus n u of k minus n بدها تغطيني z to the minus n e of z لو رحت أنا في positive side e of k plus n u of k هذه بدها تغطيني z to the n مضروبة في e of t e of z minus summation من k equal 0 ل e of k z minus k لو رحت على complex translation بدها تساوي z of e to a k e of k بدها تساوي e إلى z e to the minus a عندها عندي example لو عندي e of k بدها تساوي k وعندي e of z المرادف إلها بتساوي z على z لو ضربت هنا زي ما عملت هنا ب complex translation وين ما بدها شوف z بدها z e to the minus a اللي عندي فهنا لما نعوض بدها بتعطيني زي هيك ولو نظفتها بدها تعطيني الشكل الموجود عندها في حاجة بنسميها الانيشال value ثيرام بنقول given z of e of k بدها تساوي e of z يبقى عندي e of zero بدها تساوي limit z goes infinity of e of z وال final value ثيرام بتقول عندي z of k بدها تساوي e of z هذه معناتها ايش limit n goes infinity e of n بتساوي limit z goes 1 في z minus 1 في e of z الآن بناخد break ونرجع كمان شوية للجزئية المعينة لننهي الموجود عندنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة